السلام عليكم أحبائي الكرام أهلا وسهلا بكم في الفيديو اللي معنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص الشباب وكل رجل عشان نتجنب أي مشاكل بتكون متعلقة بالخصوبة عند الرجال ونتجنب أيضا الإصابة بالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب أو تأخر الإنجاب لأن أحيانا كتير بنقوم بأشياء وعادات بتكون مضرة وبتؤثر على الخصوبة مع مرور الوقت ومش بنكون واخدين بالنا وبنتفاجئ بعد كده بالمشكلة فمن خلال الفيديو اللي معنا ده هنتعرف على الأسباب اللي ممكن أنها تؤثر على الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب أو تأخر الإنجاب عند الرجال والعادات السيئة اللي ممكن تكون سبب في ذلك وهنتعرف أيضا على النصائح والأشياء المهمة والضرورية عشان نحافظ على الصحة الإنجابية في البداية هنشوف إيه الأشياء أو الأعراض اللي إذا ظهرت على الشخص بتكون علامات أو إنذار بأن الشخص بيعاني من مشكلة في الإنجاب فكل اللي بيعاني من الأشياء اللي هنتكلم عنها دي فلازم يتأكد من إنه ما عندوش مشكلة في الصحة الإنجابية عنده وبإجراء الفحوصات عشان نتأكد من عدم وجود أي مشكلة ومن أكثر الأعراض دي أول شيء إذا الشخص بيعاني من قلة أو انعدام الرغبة الجنسية وكمان إذا الشخص بيعاني من ضعف الانتصاب أو عدم الانتصاب لفترة طويلة أيضا إذا كان الشخص بيعاني من وجود انتفاخ أو ألم بالخسيطين كمان لو كان بيحدث جماع بطريقة بصورة منتظمة ولم يحدث حامل خلال فترة كافية أيضا إذا الشخص بيعاني من عدم أو قلة نمو الشعر بالجسم والوجه كل العلامات اللي تكلمنا عنها دي لو موجودة بتكون مؤشر لوجود مشكلة بالخصوبة وجودة الحيوانات المنوية عند الرجل أما بالنسبة للعادات والأسباب أو العادات اللي ممكن تتسبب بالعقم أو تأخر الإنجاب عند الرجل بنقدر نقسمها لسبابين السبب الأول بتكون نتيجة لوجود مشاكل صحية لدى الشخص والسبب الثاني ممكن تكون نتيجة للعادات أو الأشياء اليومية اللي بيقوم بها الشخص كاروتون يومي ومع مرور الوقت بتؤثر على الخصوبة بالنسبة للسبب الأول وهو في حالة وجود مشاكل صحية أو أمراض معينة ومن أبرز المشاكل دي بتكون دوالي الخسيطين واللي بتمثل نسبة أكبر من الحالات واللي بيكون لها تأثير على قدرة وجودة وحركة الحيوانات المنوية عند الرجل تاني شيء إذا كان الشخص بيعاني من الترابات هرمونية خاصة إذا كان هناك انخفاض بمستوى هرمون الزكورة اللي هو التوستستيرون اللي بيكون له دور بتكوين الصفات الزكورية والرغبة الجنسية وأيضا في تكوين أو إنتاج الحيوانات المنوية تالت شيء لو كان الشخص بيعاني من بعض الأمراض المزمنة زي السكري وهي نتيجة أن السكري يمكن يؤثر بالسلب على هرمون التوستستيرون كمان فيه إذا كان الشخص بيعاني من مشاكل وراثية وبعض الحالات المناعية زي حالات تكوين الأجسام المضادة للحيوانات المنوية اللي بيعتبر فيها جهاز المناع الحيوانات المنوية دي أجسام غريبة فبيطلق أجسام مضادة بتقوم بمهاجمته أيضا بيكون هناك بعض الحالات بيكون فيها عدم القدرة على الإنجاب بكل أسباب غير معروفة حتى الآن وممكن أنها تؤثر في قدرة الرجل على الإنجاب فيه كمان بعض الحالات اللي بيكون فيها الإصابة بالعدوى بتؤثر على قدرة وجودة الحيوانات المنوية ودي بيكون بتؤثر بشكل مؤقت على خصوبة الرجل بمجرد العلاج بتزول الحالات المشكلة زي حالات الالتهاب اللي بيكون فيه الخصتين أو حالات الأمراض الجنسية زي السيلان دي كلها كانت الأسباب الصحية أو المرضية اللي ممكن تؤثر على القدرة الإنجابية أما بالنسبة للأسباب والعادات اللي ممكن أن يتؤثر على القدرة الإنجابية للرجل واللي من أبرزها بيكون عادة التدخين والمدومة عليه لفترات طويلة ودي بتؤثر على جودة الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة وعددها كمان عادة ارتداء الملابس اللي بيكون ضيقة خاصة الملابس الداخلية أو حتى الملابس الخارجية بيكون ضيقة وغير قطنية دي بتؤثر أيضا بالسلب على الحيوانات المنوية عن طريق بتتسبب بارتفاع درجة الحرارة بمنطقة الخصتين اللي بيسبب مشكلة في جودة الحيوانات المنوية بعد كده أيضا هناك عادة إدمان الكحول والخمور والمواد المخدرة طبعا المواد دي كلها بتؤثر مع مرور الوقت على قدرة وجودة الحيوانات المنوية نتيجة أن بعض المواد دي بتعمل على منع انتصاص عنصر الزينك اللي هو بيكون مهم وضروري لإنتاج الحيوانات المنوية كمان في عدم الحفاظ على وزن مثالي والتعرض للسمنة أو زيادة الوزن دي بتؤثر بالسلب على القدرة الجنسية عن طريق تأثير زيادة الوزن على مستوى أو على الهرمونات اللي بيكون موجودة بالجسم فيه كمان عادة الإفراط بممارسة الرياضة بشكل كبير بيؤدي إلى التأثير على هرمون التستستيرون المهم في تكوين وإنتاج الحيوانات المنوية والصفات الزكورية عند الرجل أيضا بعض المهن أو الأشخاص اللي بيمرسوا بعد المهن أو اللي بيتعرضوا بصورة مستمرة للسموم الكيميائية أو حتى الإشعاع والإشعاع الصينية وكمان المبيدات اللي بتعرضوا للمبيدات الحشرية العضوية والبنزين والرصاص دول كل الأشياء دي بتؤثر بالسلب مع مرور الوقت على جودة الحيوانات المنوية عند الرجل أيضا فيه سبب آخر نتكلم عنه وهو تناول بعض الأدوية المضادة للاكتئاب لفترات طويلة بتؤثر أيضا على قدرة الحيوانات المنوية وكفائتها وكمان أدوية الأدوية اللي بتكون مضادة للفطريات خاصة اللي بتكون منها أقراص أو بتكون غير موضوعية وأيضا حالات العلاج بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي آخر شيء هنتكلم عنه هو بالنسبة للنصائح والأشياء الضرورية اللي ناخد بالنا منها عشان نتجنب التعرض مشكلة العقم أو عدم القدرة أو التأخر الإنجاب آآ قبل أي شيء إذا كان الشخص بيعاني من عراض اللي تكلمنا عنها في بداية الفيديو لازم يراجع الطبيب آآ ويقوم بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود مشاكل عنده بالإنجاب آآ الشيء الثاني لابد من تجنب والابتعاد عن الأشياء المرتبطة بالجانب الحياتي واليومي والعادات اللي هي بتكون غير صحية أو العادات المضرة آآ خاصة التوقف عن التدخين والإدمان والكحول وعدم الإفراد بممارسة الرياضة ونتجنب أو تجنب ارتداء الملابس الضيقة والغير قطنية وكمان عدم التعرض المباشر والمستمر للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والعناصر الثقيلة زي الرصاص آآ شيء الآخر الإسراع بمعالجة المشاكل الصحية إذا كانت سبب سواء بالتدخل الجراحي زي الحالات اللي بيكون فيها الدوالي الخسيطين أو بتناول الأدوية أو المكملات الغذائية زي ما هو الحال في بعض وجود حالات بعض الخلل الهرموني أو مشكلة بالتغذية السليمة وده بيكون بتناول بعض العلاج الهرموني أو بعض الفيتامينات والعناصر اللي بتساعد على رفع وجودة وكمية الحيونات المنوية كمان في العامل النفسي بيكون ضروري لازم البعد عن التوتر والقلق والضغط النفسي وتجنب استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويل لأن في دراسات كثيرة أثبتت أن استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويل أكثر من أربع ساعات يوميا بتؤثر على الحيوانات المنوية نتيجة تأثير أو نتيجة تأثر الخصيطين بموجات الإرسال والاستقبال للهواتف المحمولة دي كانت أهم النصائح اللي لازم نعرفها وبنهاية الفيديو أتمنى أن الفيديو يكون مفيد وما تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة